السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي مرحبا بكم معي أنا معلمتكم حياة زهراني وزميلي في لغة الإشارة الأستاذ عبد السلام المغيني الصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة لغتي موضوع الدرس الدرس الأول صلة الرحيم دائما نبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو غلاف كتابنا لمادة لغتي وهذا هو الفهرس يا أصدقاء والذي يوجهنا إلى رقم الصفحة نحن الآن في أي درس كما قلت نحن في دروس الوحدة الدرس الأول صلة الرحيم تبدأ صفحات هذا الدرس من الصفحة رقم 27 إذن درسنا اليوم إن شاء الله هو الدرس الأول من الوحدة الأولى وعنوانه صلة الرحيم القوانين الصفية يا أصدقاء هيا بنا نجلس في مكان هادئ نستمع جيدا إلى شرح المعلمة لا ننسى أن نحضر كتاب لغتي وقلام الرصاص مستعدون؟ هيا بسم الله نبدأ سنتعلم اليوم إن شاء الله نقرأ الناس قراءة صحيحة خالية من الأخطاء وبصوت معبر اثنين نتعرف على بعض التراكيب اللغوية ثلاثة نكتسب بعض الاتجاهات والقيم إذن كما تلاحظون درسنا لهذا اليوم ما فيه صفحتين الصفحة رقم سبعة وعشرون والصفحة رقم ثبان وعشرون لاحظوا مكونات الدرس معي هنا نقول بأنه الدرس الأول من الوحدة الأولى ويوجد لدينا هنا أحسنتم عنوان الدرس يوجد صورة والتي تعرفنا عليها في الدرس الماضي من هؤلاء الأشخاص؟ أحسنتم أبو فواز ونورة وفواز هم في هذه السيارة يوجد لدينا هنا ماذا نسميه؟ أحسنتم هذا هو النص هذا جميعه النص هنا يوجد هذا ماذا نسميه؟ الباركود أصدقائي الباركود نقوم بتمرير جهاز الجوال أو الأيباد والكاميرا مفتوحة تمريرها على هذا الباركود سوف يأخذنا مباشرة إلى الدرس الرقمي ممتاز وصورة هنا كما تلاحظون عائلة أبو فواز تقوم بماذا؟ أحسنتم بزيارة أرحمهم وأقربائهم الآن نفتح على الصفحة رقم 27 هيا يا رائعين نفتح الكتاب على الصفحة رقم 27 أريد منكم الآن أن تقرأوا هذه الصفحة قراءة صامتة ضعوا خطا تحت الكلمات الغامضة أو التي يصعب عليكم قراءتها وتهجي حروفها هذه الصفحة سوف تأخذ منكم دقيقة واحدة في القراءة الصامتة والصفحة التالية ستأخذ منكم من الوقت دقيقتان إن شاء الله نبدأ من الآن قراءة صامتة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الأب الأب نسكن الحرف لأنه أتى بعده نقطتان رأسيتان علامة ترقيم فنقول الأب صلة الرحمي تعني تعني زيارة الأقارب نقف عند الفاصلة ونقرأ الجملة من البداية الأب صلة الرحمي تعني زيارة الأقارب والسؤال والسؤال عنهم وتفقد أحوالهم نقرأ الجملة كاملة الأب صلة الرحمي تعني زيارة الأقارب والسؤال عنهم وتفقد أحوالهم السطر الذي يليه ومساعدتهم ومساعدتهم عند عند الحاجة ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم أحزانهم ننتقل للصفحة التي تليها ونقرأ باستخدام إصبعنا أو قلم الرصاص في نفس الصفحة يا أصدقاء المقطع الذي يليه فواز فواز ما رأيك يا أبي أن نخصص يوما يوما نصيل فيه أرحامنا نورة أنا متشوقة متشوقة لهذا اليوم يا أبي الأب بارك بارك الله فيك فيك يا بنيتي بنيتي قرأناها بتهجي أريد الآن أن نقرأها باسترسال يا رائعي عند عودة فواز ونورة من المدرسة بصحبة أبيهما استمعوا إلى مذيع يقرأ في الإذاعة قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه سأل فواز أباه ما معنى الرحم يا أبي الأب الرحم اسم لكل من تربطنا بهم صلة قرب نورة وما معنى صلة الرحم صلة الرحم الأب صلة الرحم تعني زيارة الأقارب والسؤال عنهم وتفقد أحوالهم ومساعدتهم عند الحاجة ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم فواز فواز ما رأيك يا أبي أن نخصص يوما نصل فيه أرحمنا الأب الجيدة الجيدة شكرا لكم نعود إلى الصفحة الأولى يا أصدقاء الآن وأريد منكم استخراج كلمة فيها تنوين بالكسر هيا يا رائعين تنوين بالكسر أحسنتم كلمة فواز فواز انظروا كيف أنني نطقت تنوين الكسر فواز أيضا كلمة فيها تاء مربوطة منفصلة في آخر الكلمة هيا يا رائعين تاء مربوطة ممتاز كلمة نورة نورة هنا تاء كما نلاحظ منفصلة نورة ننطقها عند الوقف نورة ننطقها ها وعند الاسترسال في القراءة وعليها الفتحة سنقول نورة من إذن الآن أريد استخراج كلمة فيها تاء مربوطة متصلة هيا يا رائعين ممتاز كلمة المدرسة هنا تاء مربوطة متصلة أريد استخراج كلمة ها في نهاية الكلمة ها وليس تاء مربوطة هيا يا رائعين نقرأ ونضع خطا تحت الكلمة التي تنتهي بحرف الها ما هي الكلمة ممتاز كلمة كلمة رحمه ممتاز هذه هي الها في نهاية الكلمة أصدقائي أصدقائي عندما نجد علامات الترقيم نسكن الحرف وسلم أيضا عند ماذا الفاصلة أبيهما أيضا نلاحظ أن هنا علامات ماذا هنا أقواص ممتاز لماذا نضع هذه الكلمات بين الأقواص أحسنتم لأنه قول من الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأقواص عند الأقوال قول الله سبحانه وتعالى وأيضا قول الرسول ننتقل للصفحة التي تليها هيا يا رائعين استخرجوا من النص سؤالا سؤال يا رائعين هيا ممتاز الجملة الأولى سؤال كيف عرفتم أحسنتم يا رائعين انتهت بعلامة استفهام كيف كيف سنقرأ كيف سنقرأ الجملة التي انتهت بعلامة استفهام هيا نجرب معا ممتاز سأل فواز أبا ما معنى الرحم يا أبي هكذا تقرأ الأسئلة أريد أريد منكم الآن أن تستخرجوا كلمة فيها مد بالألف مد بحرف الألف أولا دعونا نتذكر حروف المد ما هي أحسنتم الألف والواو واليا هيا الآن يا أصدقاء استخرجوا كلمة فيها مد بالألف نوجد العديد من الكلمات ممتاز رائعين كلمة أباه با وهي الآن عندما ننطقها تكون بصوت واحد أباه باه إذن هنا مد بالألف ننتقل إلى الصفحة التي تليها تنوين بالضم أريد استخراج كلمة فيها تنوين بالضم يوجد العديد ما رأيكم أن نضع خطا تحت الكلمات جميعها التي فيها تنوين بالضم ممتاز أول كلمة رائعين فواز ثم رأي ممتاز وأيضا جميل وأيضا رائعين بارك الله فيكم كلمة متشوقة تنوين إذن دعونا نرى الكلمة الأولى هنا كما تلاحظون الصوت الواحد بلون واحد أر هيا نقرأ معنا وأنتم أر حامنا أر حامنا أر حامنا الكلمة التي تليها الحاجة الحاجة يقرأ 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 لاحظوا الياء والقاف صوت واحد لأن الساكن يكون مع الحرف المتحرك الذي قبله يقرأ إذن استفدنا من هذه القصة الجميلة لاحظوا في هذه الصورة ماذا كانوا يستمعون ممتاز إلى الإذاعة كانوا ينصتون إلى حديث من أحسنتم يا رائعين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمنا اليوم أولا قرأنا النص قراءة صحيحة خالية من الأخطاء وبصوت معبر اثنين تعرفنا على بعض التراكيب اللغوية ثلاثة اكتسبنا بعض الاتجاهات والقيم انتهى درسنا يا أصدقاء شكرا لإستماعكم وألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر